أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية أن يكون حجم الصناعة متكافئاً لاحتياجات السوق المحلية في مصر وخلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة أشار سيد رئيس الأهمية الاعتماد على المكون المحلي وتعزيزه في مختلف الصناعات أنا في الأول في المرحلة اللي أنا فيها دي الهدف الأكبر هو أننا الصناعة اللي تكافئ يعني تغطي احتياجات السوق المصري وبالمناسبة لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي يقول لك طب مستلزمات الانتاج اللي فيهم كام بالدولار لأنك إنت لو نهاردة قلت لي عن مستلزمات الانتاج اللي فيهم بالدولار 30 مليار على سبيل المثال يبقى العائد اللي تحقق بالنسبة لي من كل اللي احنا بنعمله ده 5 مليار دولار أنا باتكلم لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة جدا منهم بتتعامل داخل مصر وده اللي ممكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة ده 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 أمر في منتهى الأهمية إذن أنا ببغي في المرحلة الأولى أن ألبي طلبات السوق المصري من كل شيء مش بس في الصناعة من كل المنتجات وكل المطالب ثم إن أنا يكون المكون المحلي في أي صناعة بتتعمل بتزيد بشكل مستمر ترجمة نانسي قنقر